بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض ما زال حديثنا معكم عن جلاء القلب وذكرنا أن جلاء القلب إنما يحصل بأربعة أشياء أولها كسرة الزكر وقد قال ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كسيرا وقد جاء في الحديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم انظروا إلى هذا السواب العظيم وخير لكم من إعطاء الزهب والورق أي من إنفاق الزهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم كل هذا السواب على ماذا؟ قال ذكر الله ذكر الله ترتب عليه هذا الثواب يقول الإمام العز بن عبد السلام إن الله سبحانه وتعالى وعداء بالأجر العظيم على الزكر لشرف الزكر مع أن الزكر من العبادات السهلة اليسيرة ثم قال الإمام العز الأمر لا يتعلق بالمشقة فقد تكون العبادة سهلة ويسيرة والجزاء عليها عظيم الأمر لا يتعلق بالمشقة والتعب في العبادة فقد يجازي الله سبحانه وتعالى بالأجر الكثير على الطاعة القليلة السهلة اليسيرة واستدل بهذا الحديث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سبق المفردون كأنهم تفردوا لذكر الله انقطعوا لذكر الله سبحانه وتعالى قيل وما المفردون يا رسول الله قال الزاكرون الله كثيرا والزاكرات في كل حديث وفي كل آية ينبه على كسرة الزكر وقد ذكرنا قبل ذلك حد الكسرة أن تذكر الله قائما قاعدا مضجعا أن تذكر الله على جميع أحوالك وقد قال صلى الله عليه وسلم لطرد الغفلة عنك من قام الليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين فخير الأعمال وأحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل ثم نقف عند قول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني عندما ينام يحتسب هذا الوقت لله سبحانه وتعالى أن تنام على وضوء وأن تنام على ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا نمت على وضوء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى واحتسبت هذا النوم جازاك الله بالأجر العظيم على هذا النوم تحقيقاً لقول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس إن شرائع الإسلام قد كسرت علي فأخبرني بشيء أتمسك به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله وقفت عند هذا المعنى رطوبة اللسان بسبب الذكر قال بعض شراح الحديث معناه تحريك اللسان بالذكر معناه كسرة الذكر ثم قال بعضهم وهذا له علاقة بالقلب له تأثير على القلب إذا ظل اللسان زاكراً له تأثير على القلب ويكفي أن الزكر يطرد عنك الغفلة ونعوذ بالله من الغفلة عن الله وهكذا عبر بعض أهل الله قال معناه لا يزال لسانك رطباً بذكر الله أن الله يطرد عنك الغفلة وعن قلبك فهذا اللسان إذا أكسرت في ذكر الله له تأثير على قلبك ونحن نتحدث عن جلاء القلب بكسرة الذكر ثم ننتقل إلى المعنى الثاني لزوم الصمت هل معناه أن أظل صامتاً لا أكلم الناس؟ لا معنى هذا أن تتكلم فيما يفيدك فيما يعود عليك وعلى الناس بالنفع لا بالضرر أن تبتعد عن الغيبة مثلاً وعن النميمة وعن الكذب أن تتكلم فيما ينفعك كما قال الله لا خير في كثير من نجواهم معنى نجواهم حديثهم حديث الناس لا خير في كثير من حديثهم إلا استثنى ربنا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومعنى الخلوة التي تحدثنا عنها ليس معنى أن تنقطع عن عملك وأن تترك عملك لا معنى إذا كنت في عملك فاذكر ربك في قلبك إذا وجدت مجلساً لا يذكرون الله فيه فاذكر الله أنت أن تخلو بنفسك عن الناس حتى ولو كنت في عملك حتى ولو كنت في سفر حتى ولو كنت في السوق فهناك دعاء حتى لدخول السوق هذا معناه لزوم الصمت أن تتكلم فيما يعود عليك ومعنى الخلوة أن تجتنب المعاصي والسيئات نسأل الله سبحانه أن يرزقنا جلاء القلب وأن يرزقنا كسرة الزكر اللهم اجعلنا من الزاكرين الله كسيراً والزاكرات احفظ مصر من كل سائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته